اشتركوا في القناة 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 حكاية بدأت منين؟ الحكاية بدأت طبعا أستاذة روضة ان انا كنت صغيرة هو رباني وبعد ما رباني اتجوزني شفت ازاي فرق في السن طيب وعليين؟ انا عايزة اقول بس ان فرق في السن مش شرط انه يكون 17 سنة بس ما يبنش عليه يعني الحمد لله ماشا الله فهو رباني وبعدين اتجوزني وكده خطبني والحمد لله جبنا الولاد وكانوا في الكويت الاول وانا كنت موجودة في الصعيد يعني وسافرت مع الكويت فترة برضو وبعدين رجحت وفتح المكتب واستقرينا وبعدين طبعا وكده الحمد لله جبنا الولاد وبعد كده مرينا بظروف صعبة شوية ومشكلة الصعر ديت فابني طبعا توفى في الصعر برضو فعملنا صلح انا وهو عملنا صلح وعملت من ساعتها بقى عملت لجنة المصالحات النسائية وصعيد بلا صعر بدأت بنفسي اولا بدأت دو وقت بقنع السيدات اللي ابناءهم توفوا في الصعر او ازواجهم بالاقتناع واللجوء للقضاء والصعر طبعا حضرتك عارفة انه حضرتك انه في الصعيد منتشر جدا فبروح للامهات انا بطرق بقعد مع السيدات اللي فقدوا ابناءهم في الصعر او ازواجهم بقنعهم بالتصالح والتسامح واللجوء الى القضاء مين فيكو اللي بدأ فكرة انه احنا نبتدي نتصالح انا حضرتك اه ليه لانا داخلت انتخابات اه البلد بتاعتي على مستوى محافظ جنة كانت مشهورة انه اكبر بلد تجاري لما حصلت مشكلة الصعر ديت اه يعني بدأت اه اسهم للتجارة تتقل فيها البطالة ظهرت انتجاري هجروا البلد وفتحوا محالات في اماكن تانية فلما دخلت الانتخابات وربنا قرمني في الانتخابات كان اول اولوياتي انه ما فيش دم تاني لانه في الخصومة بتاعتنا راحوا 12 واحد غير لا 12 غير 3 ا4 من خارج العائلتين يعني فيه ناس ماشي في الشارع بالصدفة يصابوا يصابوا الخضاء يتوفى فبدأت المصالحة هي كانت في ظهري انه يعني انا مؤمن انه الست هي عندنا في الصعيد هي المحرك الاساسي او العامل الرئيسي هي بتشعلي النار السار فبعد حادثة ابني مفيش 15 يوم اخدتها وروحنا للسعودية عملنا عمرها فاناك في الكعبة قعدت بالراحة كده عرضت عليها الموضوع وتفهمته هو كان صعب بس عشان نسد باب لانه الموضوع مش هيخلص وفي الصعيد بالذات سلسال مش هيخلص يعني شوفي بحضرتك من واحد وصلنا 12 من العيلتين بس غير العيل غير الاخرى و43 مصاب بعها مستديمة من العيلتين وخرج العيلتين فكان من اول اولويات انه دخلت انتخابات انه البلد تعود امن وامان كما كانت وبلد تجاري هي شجعتني فيها وعملت صلح كان صلح ممكن الاشهر على المستوى الصعيدة عمل في استاد استاد محافظة جنة الرياضي حضره شيخ الاثر وحضره القوامات كلها بتاعت انه اكتر من لجنة جات تصلح على مدار 6 سنين ما كانش النجاح حليفهم محدش بيستجيب يعني فمحدش بيستجيب تروح يقولك لا لازم اخد بتاع بالزبط ولم وصل الموضوع عن ده انا بكتنصح بقرار فاخدت قرار بين انا ومرأة اخدناه يعني قرار حاسم يعني انا معاي اخ اكبر مني حاليا ما بكلمنيش عشان اخدت هذا القرار القرار ده انا اخدت عشان احمي ولادي ولاد غيري ولاد العيلة التانية وعيلتي ولاد البلد كلها صحيح لانه لالامن نجي بعد كده كان دخلت انتخابات وربنا كرمني ونجحت من اول دور على طول يعني برضو البلد لها فضل علي فقلت لازم ارد لها الجميل توقف با موضوع التار موضوع الدام لا وحضرتك برضو هو فيه صلح فيه يعني سواء على واحد على مية على عشرين في الاخر صلح لازم في صلح بس كده احنا نحفظ الارواح يعني كفاية وكده كده فيه صلحيات موجود هيحصل انما لما يكون على واحد او اتنين غير لما يكون على عشرة ولا عشرين واثناشر واسياد النايب هنا بيقول حاجة واربعين تلاتة واربعين مصاب تلاتة واربعين مصاب عه مستديمة اه لقيده ورايح ولي رجل ولي ظهر ولي عيد وكانت الخصومة الاشهر في محافظة الجنة بأكملها خليه اقول لحديك ان هم كانوا كانوا كتبيني شوية معلومات احنا النهار بترغينا نقول انه الست لما بتساند الراجل او الست لو ليها بصمة معينة في حياة الراجل او انه ليها بصمة معينة في حياة الراجل في حياة الراجل لما تكون شركته ست نجحة وبتحبه وخايفة عليه وبنته أصول وبنت ناس حياته بتتغير ويقدر ينجح بسببه هم هنا كتبيني انه استاذ اماني كانت تشتغل محرك معاه في قضايا بدون مقابل في الاول كافحت مع زوجها في انتخابات النواب وساعدت ان هو ينجح مسكت له الدعاية الخاصة بي عمل لها تفويد وحيكقولي اذا كان مجلس النواب لتخليص كل المصالح الخاصة بدائرة من مشاكل ومصالح الاهالي دخل النائب حمزة مجلس النواب عام 2015 بدأ في عمل لجنة مصالحات لفض النذاعات الثقرية وقامت بعمل لجنة مصالحات نسائية للصعيد بلا ثقر بعد وفاة ابنهم المصالحات النوع النوع التي لانا قلتها صحيحة هو بالفعل كان لها دور بارز ملموس يعني انا مش عايز اقول كنت غير منها في انتخاباتي دخلت مناطق انا مدخلتهاش نجوع وقرى وبيوت وعزب وكان البصابة وانت عشان تنجح في موضوع لازل يكوني صادقة مع نفسك الاول تأخش مكان المنظام كانت هنا من شوية ريئها عد على الارض عشان تعمل حيك دعاية اه اخد اصوات في السيدات محدش خدها قبل مني محدش اخد اصوات السيدات تقدوا ونزل فردي مستقل وكنت فردي مستقل النقطة تانية انه هي ألفت بين المسلمين ومسيحيين يعني كنت تروح الكنيسة وشكنيسة شركاء لها شغل ملموس وعملت عملت فريق معها ثلاثة اربع سيدات معها وبنات بالعربية ويروح ايه ممكن ماشي على توك توك ما كانش مواصلة اي مواصلة يعني اه كان عندها هدف يعني بتسعي لي عشان حيك تنجح عشان ننجح بالضب كنت حاسة بايه عماني وحيك بتعملي كده انا شفت رؤية الابني عليه رحمة الله بيقول بابا هيبقى عدوا مجلس النواب وحيجيب حقوق الناس انت هو شفت الرؤية ديت عملت عليها واشتغلت عليها وفضيتي حتى هدف قدامك انه سيطة الناب ينجح في الانتخابات بالضبط بالضبط الفكرة بتاعت ان انا بقى زوجة وبساها الجوزي وبخش عضايا ببلاش عشان نكبر المكتب واندر وعمله دعاية عشان ينجح في الانتخابات واصالح ما بين الناس ووقف موضوع الطار ووقف جنب جوزي جوزي يوقف جنبي ويسندني ويساعدني ده حليك شيء اتربيتي عليه ولا لما حققت زوجتي وحبتي وزي نقول وقاتي في غرامه ولقتي راجل يستاهل فقررت ان حققت عملي ده يعني حكاية ده ازاي انا لو ما عملتش كده وستاذة الرضوة كان زماني تعبت جدا لاني انا اتأثرت جدا بوفاة ابني فما رضيتش اقعد في البيت لو اعدت في البيت حفضل كل يوم افتح دلابه وكتبه ولبسه فالقيت نفسي هتعب هنهار فقلت لازم اطلع ولازم اخرج للناس واخدم الناس اضيع وقتي في الموضوع ده عشان انسى او مش انسى يعني احاول اعمل شيء بكرة وبعده يعني احس نفسي عملت حاجة يعني مكنتش بتخافي اني ست النائب ساعتي يقولك لا كفاية كده عليكي ما كنتش اشوفها لا كانت تطلع الصبح تفطر تطلع تلف الدايرة كلها اشوفها بالليل بس اعبا انا على اتصال بتلفوه وده ما كانش بداية حضرتك نجاحها ما كانش لا ما انا بكون في مكان هي في مكان لا ما هي يعني معلش الست بتكون اقرب للست انا كنت روح لرجالة في الدوار بتاعهم او المكان بتاعهم مش حيال ده رسلوها ايقبل ستات مش عبل ستات بيقبلوش عندنا ستات الستات اشان يطلعوا يصوطوا بيطلعوا فيها صعوبة شوية مش زي هنا اطلعوا يصوطوا لا فيها صعوبة شوية الرئاسة والدستور والدستور والرئاسة كله نعمل كلها بالضبط نفس الموضوع يعني ممكن انا سأحيك سؤال وحيك تفرد عليها ارواب بصراحة تمام كنت متوقع انه زوجتك تعمل كده معاك في موضوع الانتخابات تحديدا اه متوقع لسبب واحد لان والدها احنا اصلا من عائلة سياسية احنا من ساعتك عائلة ابو سحلي في الصعيد من 1866 من اول مجلس نيابي في مصر حتى هذه اللحظة بكلمك فيها يعني معاي عم اللوه هرون ابو سحلي مدير مجمع كبر القبة العسكري حاليا اضمت في الشيوخ تعيمر السيد الرئيس الجمهورية من 1866 ممثلين في المجلس اي مجلس نيابي حتى هذه اللحظة بكلمك فيها ولذا كان امين عامل الحزب الوطني عندنا في البلد فالسياسة يعني كلنا السياسة بدمنها انا مش بكلم في السياسة انا بتكلم في الجدعانة بتكلم في الشخصية بكلم في الزوجة اللي نزلة اديها بأدين جزها تكلم دي وتكلم دي وتجمع الستات لا كنت متوقعة ما بينك كنت متوقعة اه متوقعة لا كنت متوقعة مية المية لانه بقولك حاجة في دمنا سواء ستة او في انتخابات اي سابقة حتى مكنتش فيها انا تتلاقي البنات العيلة والستات العيلة بينزلوا يروح للسيدات عشان خارجهم يضع اصوات مادام أماني الزوج اكيد زي ما الزوجة بتساعده كمان الزوج بيزاعدها ومش عايزة اقول فضل لان انا ما بشوفش ان فيه فضل ما بين الزوج والزوج لكن ايه اكبر الحاجات او ايه اكتر الحاجات اللي حضرتك كنت متوقعة انها مش هتحصل او ستة النائب مش هيوافق عليها او هيبقى معترض عليها ولايتيها بتحصل وبتتنفذ وبيساعدك وبيدعمك وبيقولك يلا بعمليها واريني شطرتك موضوع انها روح في المصالحات البلاد والقرى غير بلدي بطلع محافظات تانية فكان هو بصرح يجيب للعربية بالسواء ويقول له روح مع اماني بلد الفلانية بس يكلميني بالتليفون طمينيني عليك اه بس خدي ابنك مثلا لو اي بس ايه يعني حرص يعني اوانس او كده خد حد من ولاد عمك لما يكون كان في القاهرة يعني هو طمينيني عليك بس في التليفون اقول له ما تخافش محدش هيدر معليه ناقر ما تخافش 27 سنة زوج وزوجة بعيدا عن الحياة السياسية بيحصل فيها مشاكل وبيحصل فيها اختلاف وبيحصل فيها ازمات مادية وبيحصل فيها ساعات نوع من الملل نوع من الرتابة عرفتي تتغلبي على ده ازاي بص ايه حضرتك التفاهم التفاهم احنا متفاهمين يعني ممكن قبل ما يتكلم هو اعرف هو نفسه في ايه مثلا عايز ايه يعني على طول من قبل ما يتكلم خالص لغة التفاهم بيننا ماشرة ما رباني بقى استاذ ردو فيها عارف بقى يا عاكت يا رباني وما ده نتجوزني اكيد لازم تبيفهمها لك ايه بقول كزوجة كزوجة مش كعشرة المشاكل الخلافات الخناء لا الخلافات ما بتاخدش اكتر من ربع ساعة يمكن معنا ماشاء الله ما بتاخدش ما حدش فينا بابا زعلان لا وما فيش مرة روحت بيط بابا زعلان وخالص عمرك مغضبت سبعة وعشرين ساعة عمري سبيتش البيت خالص اروح عاود كنت مع بابا وماما شوية بس اعود شوية وامشي ممكن تجي الساعة اثنين ترتب اللي بس ما بابا ما تباديش برا البيت ما بايتش كنت بتحكيلهم مشاكلك مع عاسيات النائب او زوجك الكريم يعني لا هو بابا طبعا برضو كان دايما في صف الرجال طبعا فيقول لي لا ما يغلطش حمزة انا عارف مش مش مشاكل مش مشاكل مش مشاكل انا ما من اي بيت احنا بنسمى بس الستات ازاي يتعاملوا مع ازواجهم والازواج يتعاملوا ازاي مع زوجتهم هو ممكن يكون اختلاف وجاد النظر هو الرب اللي سبحانه وتعالى بقول لي ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها تسكنوا ده جامعة مش فرض يعني معنى السكن هو استجامل سكينة يعني اي انسان حلاء راحتو فيه غير في بيته سواء الراجل او الست واجعلنا بينكم موضة موضة الرحمة طبعا طب حقيق كزوج موضة زوجتك بقايلك 27 سنة ما شاء الله اللهم بارك تدي رشدتة للازواج حكسة النائب ومحامي عظيم فحضرتك للزوج الرجل للزوج الرجل اهم شي الثقة والصدق لانه الصدق منجي انا شايف الصدق منجي وهو مؤكد ان هو منجي الانسان يكون صادق مع نفسه وصادق مع شركة حياته مراته في كل شي مفيش يعني هما الاثنين في مركب واحدة لو ميختلفوش لو اختلفوا مركب هتغرق النتيجة مش هتكون على الزوجين النتيجة هتكون على الأطفال الكل في أطفال الصدق وهكي قلت الثقة 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 والصدق والتفاهم الثقة في الست في الست ربعا اه التصرفاته والثقة ومفيش حاجز بينهم مفيش شيء مستخبي يكون الاثنين الاثنين مع بعض كتاب مفتوح لبعضيهم مش للغريب يعني يكون كل شيء واي مشكلة او اي خلاف ميطلحش برا البيت يعني ميطلحش برا قطي النوم يعني الأطفال مفترض ما تعرفش الكلام ده كله اه 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 انا من نوع مش من نوع مش من نوع اللي هو الجبروة لا 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 بس في حيات معينة يعني فيه غلط وفيه صح يعني 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 مدام اماني بتزعل بتاخد على خطرة حداك بتصلحها بتطبطب عليها بتقول لا متسعليش ولا طبعا بتقول لا انا راجل وما هي بتصالح نفسها بنفسها لا 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 يعني ايه معنى راجل الراجل بتصرف مش الراجل مش بالايد على فكرة استاذ انا عملت عملتين قبل كده كان هو اللي يعمل لي الاكل والشرب وكل حاجة والله حاجات كتير يعني كان عملية كبيرة كانت كبيرة ما سابنيش خالص بصراحة شهر انا على السرير هو بيغدني بيعمل لي الاكل جيبوله على السرير بصراحة يعني مش انت عرفه بس اه بس ايه يعني انت عبانه عمل عملية كبيرة يعني فمش بتدلع يعني فهو بصراحة لا وقف معايا وما خلنيش احتاجت لأي حد بيسلحك بقى بيراضيكي بيطبطب عليكي اه طبعا طبعا بيشجعك بيوحك خلاص بي ازهر اه دخلت حوق بعد كده وكان يزاكلي كان يزاكلي انا جيبت جدا اه انا جايب اه وانتو متزوجين اه ومجايب الولاد كملت بعد كده تاني كملت تاني بعد اظهر اخدت حقوق كمان انا ثلاث ولاد وكملت اه وكنت روح الامتحانات وقالك انزلي واشتغلي اه بالزرط وانا في ظهرك ودعم ليكي وفي المصالحات انا راه عند مامة فلان الله يرحمه روحي عدي معها براحتك بالساعات روحي المهم ان الموضوع ده يخلص اقول له ان شاء الله اه انتو نورتونا النهاردة انا قبل مختم عايزة ااخد رأي حضرتك كراجل ليه شايف ان ده ما بيحصلش دلوقتي ليه شايف انه اه الطلاق كتر اه رجالة بقت اه مفهوم الرجول عندهم اختلف الحنية الرحمة السكن المواد ده التعبير عنه بقى مختلف تماما حضرتك ليه معلش في حاجة اسمه الشيطان الشيطان اللي هو ايه ده بالنسبة لي انا الموبايل الموبايل عمل تفكك اسري يعني انا اكون قاعد في البيت مع ايه موبايلة ابني مع موبايلة هناك بنتي هنا مراتي مفيش الترابط تلاقي جماعة اصحاب يتجمعوا يتصلوا بعض حينوض على الكافية يروحوا على الكافية كل واحد موبايله ده بعدين ليه مع بعض الموبايل ده ليه مفعول كبير ويجد نظري وصلح زوحدين التطور الحياة السريعة هو اللي عمل ده كله الناس لو رجعت لربنا سبحانه وتعالى ورجعت لل يعني قدسية الزواج ورجل مسؤول عن مراته وعن ولاده وعن بيته مفيش مشكلة دورته بس انا انتهت فرصة ديت انا بتوجه ليجى diesel بالشوك العظيم الشوك لف خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لان الصاعيد خد فتره انا كان نائب سابق خدت فتره الصاعيد كان مهمش مش مهمش مهمري لا كانش عندنا اي شيء من اللي احنا شايفينه انا عم حrawdę دينو وربنا سبحانه وتعالى بالمنقذ wife disadvantage 한국 اعمل اللي وهاتعملش في مصر فاللي خلي مصر Junior لها صوت عالي يعني نهارثنا اكتر من 120 رئيس دولة ده للأمن والأمان تع مصر أما أنا طبعا بشكرك وكل أهالي محافظة جينب يوجه لحضرتك الشكر وكل فاتح تلفزيون في محافظة جينب أكملها أولا أنا تحياتي لأهلنا في كلهم بيحبوك جدا ولهم مني كل الاحترام والتقدير رجال وسيدات دايما لما حد كان يتكلم معايا وابقى مصممة جدا على رأيي وقال لهم لا أنا حعمل كده ويأتي أصلك سعيدي ايه قوة دي فسعيد يعني القوة ويعني الأصول والأصالة انتو نورتونا النهاردة حمزة بي حيك نورتين النهاردة حمزة وسحني ومدام أماني حيك نورتين حمزة تسلمي لربنا يبقى احنا كنا بنقول انه هي بسبب هو وبعدين قلنا هو بسبب هي وبعدين هم بسبب بعض 27 سنة زواج أثمر عن أربع أطفال لأسف الشديد شاب فيه متوفاه الله بسبب الطار الزوجة سندت وساعدت الزوج الزوج سانت وساعد الزوجة كان بيدفعها انها تذاكر خلاها تدخل تذاكر حاجة عن التخصص بتاعها بقت محامية قد الدنيا وجابت مجموع أكبر منه مهرش منها وما تدايقش منها عملت عملية سندها وقعت جنبها يداوي ويعالج فيها هي كمان ردت المعروف وردت الود والسكن بينكم بينكم فكانت بتنزل وتكلم استتات وتجمعهم عشان تجمع له أصوات عشان يكسب الانتخابات ويبقى سيادة النائب زوجي الحبيب وقضايا دون مقابل علشان المكتب واسمه يكبر وهكذا وهو ده اللي ربنا كتبوا فيه كتابه ويحالين أمين عام حزب محوات وضن بفرشوق أنا عارف وهو ده اللي احنا بنقوله ده البيت المصري ده البيت القسط ده الزوج ودي الزوجة اللي احنا عايزينهم في كل بيت انت تساعدها وهي تسندك وهي تساعدك وانت تسندها المواد ده والسكن والرحمة خط تواصل رايح راجع طورتونا شهداتي أعزائيات وبناتي الحبيبات سواصل قسير جدا بنرجع لكم من هي وبس